دلوقتي نروح بقى مع حضراتكم على الصحافة الرياضية نورهان والصحافة الرياضية واليوم السابع تحديدا طبعا هقولك صباح الخير في البداية بس هاخدك واحدة واحدة أول حاجة طبعا عايزة تطمن منك عن الحالة المرورية لو تطلعين عنها سواء في بداية كلامك أو في نهاية كلامك عشان برضو الناس لو عندها أي مشاوير دلوقتي تقدر تعرف مننا أو تتطمن الحاجة التانية حالة التقص طبعا احنا عرضناها بس برضو كده الأجواء في الشارع مختلفة شوية هل فيه يعني حر شديد ولا الموضوع منتكلم في 35 ده معتدل الحاجة التالتة بقى اللي عايزة أتناقش معك فيها تحديدا وأنا عارف أن ده آخر خبر معاك بس مهم جدا أن احنا من اليوم السابع والمركاتو اللي شاغل بالناس دلوقتي كلها مع الشاق القرى أو كورة القدم العالمية كمان نتكلم عن آخر أسواق أو أخبار أسوق الانتقالات الصيفية في أوروبا وفيه كذا نجم كمان أكيد حابين نعرف منك يعني الوضع أو المستقبل بيحمل ليه كان أخيرهم أكيد محمد صلاح خلينا نروح معيك يا نورهان تفضلي يا صباح الخير يا نهواند وصباح الخير يا كريم وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان زي ما قلت يا نهواند احنا هنا من مقر جريدة اليوم السابع أطلعكم على أبرز وأهم الأخبار الرياضية الصادرة صباح اليوم يمكن طبعا لو بنتكلم عن الحلقة المررية يعني طبعا لأنه أنا بتحرك من بدري جدا في الصباح البكر كان الحلقة المرية جيدة على الطريق الدائري تحديدا بعد طبعا حال التوسع والإصلاحات اللي احنا بنشوفها في الأشهر الماضية كمان خلينا نقول أنه درجة الحرارة برضو إلى حد كبير يعني معتدلة بالنسبة للأجواء الصيفية حتى الآن لكن طبعا من المتوقع أنه الجو يحرر أكتر في الساعات المقبلة وخلينا نروح بقى لأخبارنا أو الخبر معانا من موقع يلا كورا وسوارش عاشر من يفوز ماذا فعل مدربه الأهلي الأجانب في ضربة البداية التقرير ده يمكن يلا كورا ذكر فيه العشر مدربين للنادي الأهلي في القرن الجاري قال أنه سوارش هو المدرب العاشر اللي حقق الفوز في ضربة البداية مع الفريق ويمكن نذكر بالعدد السنين المدربين اللي حققوا الفوز وكان طبعا في بدايتهم هانزا ديسكي عام 2001 فاز على الترسانة بستة أهداف دون رد كمان البرتغالي والساحر مانويل جوزيه في ولايته الأولى من 2001 طبعا لـ 2002 فاز على بيترو أتليتكو بثلاث أهداف مقابل هدف في دوري أبطال أفريقيا كمان خلينا نقول لكم أن توني الأوليفيرا البرتغالي في عام 2003 فاز على الزمالك بثلاث أهداف مقابل هدف في كأس السوبر المصري الأسباني خوان كارلوس جاريدو في 2004 وطبعا اللي تولى قيادة الفريق في عام 2004 زيما نقول لكم فاز على الرجاء المطروحي بهدف دون رد في مسابقة الدوري البرتغالي جوزي بسيرو في عام 2015 فاز على طلاع الجيش بهدف دون رد كمان الهولندي مارتين يول في 2016 فاز على بيترو جيت بهدفين في مسابقة الدوري أما بقى الفرنسي باتريس كارتيرون في عام 2018 فاز على تونشيب في دوري أبطال أفريقيا بثلاث أهداف دون رد في ضربة البداية السويسري ريني فييلر في عام 2019 فاز على كانو سبورت الغيني بهدفين دون رد في دوري أبطال أفريقيا وأخيرا الجنوب الأفريقي بيتسو موسيماني في عام 2020 فاز على المقاولون العرب في ضربة البداية له بهدف دون رد في مسابقة الدوري العام تاني خبر معنا بقى والسؤال الشاغل اللي بيشغل يعني يمكن ناس كتير في الشارع الرياضي المصري ومدرب منتخب مصر من يكون في الجول يعني في تصريحات خاصة أو تصريحات من مصادر مطالعة من داخل اتحاد الكرة استطلعنا رأي دي فرانشيسكو لتدريب منتخب مصر ذكر يعني مصدر مطالع من داخل اتحاد الكرة المصري في الجول عن حدوث اتصال بين الاتحاد المصري والإيطالي دي فرانشيسكو مدرب روما الأسبق لتولي تدريب منتخب مصر ويمكن المصدر أكد أنه في الأيام المقبلة اقترب الإعلان عن المدير الفني وأنهما بيعملوا على قدم وصاق لطبعا تحقيق الاستقرار لمنتخب مصر الأول يمكن خبر اللي معنا بعد كده لنجمنا محمود حسن تريزيجي من موقع الشروق ويمكن طبعا فيه اهتمام كبير من محبي الرياضة والكرة المصرية بشكل عام للمحترفين المصريين ومش بس طبعا نجمنا المصري محمد صلاح أيضا محترفين آخرين وعلى رأسهم طبعا نجمنا ونجم النادي الأهلي السابق محمود حسن تريزيجي والشروق يمكن ذكرت في تقريرها أنه بعض الأرقام عن اللاعب قبل انتقاله رسميا إلى نادي ترابزون التركي ويمكن قالت أنه اللاعب بات على مقربة ساعات قليلة وتفصلنا عن الإعلان الرسمي لانضمام اللاعب لنادي ترابزون التركي وكمان خلينا نقول أن الصحفي فابريزيو رومانو ده يمكن من الصحفيين الصحافة بشكل عام سواء كانت العربية أو الأجنبية بتهتم بكل التغريدات اللي بيكتبها عبر حسابه الشخصي في تويتر لأنه خبير لسوق الانتقالات للعابين والمركاته بشكل عام قال أنه تريزيجي سيغادر أستون فيلا بشكل رسمي والليلة سيحضر إلى ترابزون لإجراء الفحص الطبي وإعلان التعاقد كمان يمكن تقرير الشروق ذكر عدة أرقام لنجمنا محمود حسن تريزيجي وقال التقرير أنه لعب مع باشاك شهير على سبيل العراء الموسم الفائت وظهر فيه 13 مباراة مع الفريق سجل خلالها 6 أهداف وصنع 4 آخرين كمان تريزيجي كان خاط تجربة مع فريق قاسم باشا التركي خلال عام 2017 قبل أن يرحل لنادي أستون فيلا في الدوري الإنجليزي في صيف 2019 مقابل 10 مليون يورو الخبر الأخير بقى معنا هواندو اللي أنت تكلمت عنه والمركاته واهتمام جمهور الكرة بشكل عام من رايح فين والعيبة وسوق الانتقالات وبرصة الانتقالات ومن اليوم السابع يعني يمكن يعني عاملين تقرير مفصل عن أبرز وأهم أخبار المركاته الصيفي الحالية يعني ممكن على رأسهم طبعا إعلان نادي انتر ميلا الإيطالي بشكل رسمي التعاقد مع الأرميني هانريك مختاريان في صفقة انتقال حر لمدة ثلاث سنوات وسيتقاضى 4.5 مليون يورو في الموسم أما طبعا نادي منشستر يونيتد ويمكن كان فيه علامات استفاهم كبيرة جدا على نادي منشستر يونيتد أنه الفريق الوحيد اللي ما زكرش اسمه كتير في سوق الانتقالات ولكن في الساعات الأخيرة منشستر يونيتد عاد وبقوة واقترب من التعاقد مع الهولندي فرينكي ديونج لاعب نادي برشلونا في الصيف وأيضا أعلم بشكل رسمي رحيل حارس مرمى طبعا دين هندرسون في أمريكاة الصيفي الحالي بعد الاتفاق مع طبعا نادي نوتن جهام فورست العائد لدوري الممتاز مرة أخرى ومنافساته في الموسم المقبل كمان خلينا لكم أنه تقرير اليوم السابع ذكر عن صحيفة سبورت الإسبانية اقتراب ماركوس ألونسو لاعب نادي تشيلسي من التوقيع لنادي برشلونا الإسباني خلال ساعات وزي ما ألالكم في طبعا الخبر فيما قبله أنه محمود حسن تريزيجيه نجمع نادي الأهلي السابق والمحترف في صفوف الدوري التركي الحالي أنه اقترب طبعا الانضمام لنادي ترابزون التركي لمدة أربعة أعوام مقابل الحصول على 2 مليون و2 ألف يورو بينما يحصل نادي أستون فيلا على 4 مليون يورو دي كانت أبرز أخبارنا هنا من موقع وجريدة اليوم السابع شكرا لكم جدا وعودة إلى الاستراب استني بس استني استني عندي سؤال الخبر خاص بكريستانو ورونالدو وما أثير حول أنه هو عايز يرحل عن منشستر يونايتد وفكرة أنه هو عايز يروح له تحديدا أو عنده رغبة للانضمام لنادي روما الإيطالي هل الكلام ده حقيقي أم برضو إشعاعات فيما تدور دايما الإشعاعات حول أو فترة بتاعة الميركاتو وسمعنا برضو أن رونالدو لا ده سيروح بارسلونا وسمعنا حاجات كتيرة خلينا نعرف منك لو عندك معلومة يا نورهان طيب كريستانو ورونالدو المعلومات الأخيرة عنه أنه يرغب بشدة في الرحيل عن منشستر يونايتد على الرغم من أنه يعني مؤمن بقدرات المدير الفني الجديد ولكن هو شايف أنه مقدمش اللي كان يتمنيه مع الفريق وشايف كمان أنه مش هيقدم فيه الفترة اللي جاية مع الفريق ما يتمنيه كان يعني تناولت بعض الصحف الأجنبية خبر اهتمام باريس سان جرمان بانضمام اللاعب ولكن يمكن لو إحنا بنتكلم عن رومانو وإحنا واسقين في رومانو وتغريدات رومانو قال أنه باريس سان جرمان خارج المنافسة على انضمام كريستانو ورونالدو أما بارسلونا في الحياة دي يعني أعتقد صعبة جدا أنه نجم بحجم كريستانو ورونالدو يخسر جماهير ريال مدريد وينتقل إلى بارسلونا شكرا جدا على هذه التغطية الرائعة كمان فيما تقتص بالمركات وشكرا لك جدا يا نورهان